السلام عليكم زيكم يا شباب كل سنة ونطيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويريد ان انتوا قبل الفطار كده تدعو ان ربنا يزيل الغمة عن البشرية جمعاء وعن شعب مصر الطيب ويكفينا ويكفيكم شر فيروس كورونا ويمحز الغمة عن جميع البشرية ان شاء الله النهاردة هندخل بقى في الفصل السادس والاخير وده النهاية بتاعة تراست الجدوى وده معايير الربحية التجارية والقومية للمشروع الاستثماري السنة هنكتفي بمعايير الربحية التجارية القومية اللي هي لاننا ديها هنتكلم فيها ونحنتكلمنا فيها في البداية عن ان المشروع بيوفر ايه للدولة من توظف نجد اجنبي وبالتالي ان ده المعايير الربحية القوية قلل من التلوس او يزود من العثار الخارجية الايجابية وده مش مجالنا دلوقتي لان ده ما فيهوش ما فيش وعد فاحنا النهاردة هنبدأ نركز على معايير الربحية التجارية اول حاجة هناخدها معايير تقييم الربحية التجارية في ظل ظروف التأكد يعني ان عند الشركة بتكون متأكدة من اللي حيحصل نمر واحد معايير التقييم غير المخصومة غير مخصومة يعني ما بناخدش الزمن في الاعتبار مش هنعدل التدفقات النقبية بالزمن يعني الجنين اللي حيجيلي النهاردة زي اللي حيجيلي بعد سنة زي اللي حيجيلي بعد خمس سنين ما فيش فرق بين اللي اثنين وده معايير ناقصة بس احنا بتكون سهلة وده يتمن ضمن المعايير اللي احنا بناخدها في الاعتبار اول حاجة عميار فترة الاسترداد وده عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد التكاليف الاستثمارية قلنا التكاليف الاستثمارية عبارة عن ايه تكاليف الاصول السابتة زائد رأس المال العامل تكاليف الاصول السابتة زائد رأس المال العامل هنضيفهم الاثنين مع بعض هيديني التكاليف الاستثمارية هنبدأ اول حالة لو عندي تدفقات النقبية سابتة سابتة يعني ايه او متساودة. يعني ايه? يعني السنة الاولانية زي التانية زي الثالثة. يبقى فترة الاسترداد هتكون عبارة عن الاستثمار. المبداع والتكليف الاستثمارية مقسومة على التدفقات النقدية. تدفق بتاع السنة الاولانية او اي سنة. على سبيل المثال لو عندي تبنمائة الف جنيه ده التكليف الاستثمارية والتدفقات المقدية على خمس سنين كانت مئتين وخمسين الف جنيه كل سنة. عاوز فترة الاسترداد واعطيني فترة تحكمية. يعني الفترة اللي انا هنبدأ نحكم عليها من قبول او رفض المشروع اربع سنين. لو عندي زاد عن الفترة ديت يبقى فيها مشكلة. نرفض المشروع. لو قال عنها نقبل المشروع. يبقى انا عندي فترة الاستبداد لاستثمار المبدأة والتكلفة الاستثمارية على تدفقات النقدية بقى تبنمائة على متين وخمسين تلاتة واثنين من عشرة. مبدأيا يبقى مقدام اقل من فترة التحكمية نقبل المشروع. طيب عندي تلاتة واثنين من عشرة. تلاتة واثنين من عشرة يعني ايه? يعني ان انا عندي تلات سنين وشهرين واثناشر يوم. لو عندي التدفقات النقدية غير متساوية. يبقى انا هنبدأ نعمل حاجة تانية. لو عندي دلوقتي التدفقات النقدية غير متساوية. يبقى انا هناخد متوسط لتدفقات النقدية ونقسم عليها الاستثمار المبدأي او التكاليف الاستثمارية. لو عندي مشروع تكلفته. اربعين الف والتدفقات النقدية عشر اتناشر تمانية احداشر اربعتاشر. نجمعهم كلهم ونقسمهم على خمسة هيدنين المتوسط بتاعهم. خمسة وخمسين الف على الخمسة يعني احداشر الف جنيه. يبقى انا عندي دلوقتي. هنبدأ ناسم متوسط. هيطلع عندي احداشر. تكاليف الاستثمارية اربعين. عن حداشر هتطلع تلاتة واربعة وخمسين من مية من السنة. يعني تلات سنين وست شهور كزا يوم. اربعة من عشر من التلاتين. يعني بنتكلم في حوالي اتناشر يوم. يبقى تلات سنين وست شهور واثناشر يوم. لو ترد تدفقات النقدية الجارية. تدفقات النقدية الجارية. يعني ان انا عندي هنبدأ نقارن بين حاجتين. بين بديلين. ناخد مين فيهم. بس مناخد في الحالة ديت. ليه عندنا الايه? الضرائب في الاعتبار. عندي تلات بدايل. بديل الاول. بديل التاني. والبديل التالت. البديل الاولاني. عطيني تكاليفه. تكاليف استثمارية سبع تلاف. تاني. خمس تلاف. التالت. تلات تلات. وعطيني التدفقات النقدية للبديل الاول. الف وخمسمائة. البديل التاني. الف ومتين. البديل التالت. الف جنيه. الف ومية. والضرائب اعطيها لي بنسبة كام? بنسبة خمستاشر في المية. يبقى انا هنبدأ نجيب كل واحد فيهم. وعطيني طبعا لازم ناخد معدل الاهلاك. معدل الاهلاك بتاعي. يبقى العائد السنوي الخاضع للضريبة حيكون عبارة عن العائد السنوي ناقص الاهلاك. يبقى العائد السنوي. اللي هو عندنا. وده الانسان موجود في الكتاب. يبقى الف وخمسمائة ناقص الاهلاك. الف ومية. اه الف ومية. يبقى ده ربعمية. والتاني الف ومتين ناقص. الف يبقى متين. تالت الف ومية ناقص الف يبقى مية. يبقى العائد السنوي اللي هيخضع للضريبة الصافي. اللي هو هيبقى ربعمية ومتين ومية. الضريبة خمستاشر في المية. يبقى ده ستين تلاتين خمستاشر. يبقى العائد السنة وبعد الضريبة هيبقى تلتمية واربعين مية وسبعين خمسة وتمانين. بنطرة. نضيف عليه الاهلاك اللي هو الف ومية والف والف. يبقى العائد السنة والصافي الف المشروع الاول الف ربعمية واربعين. مشروع التاني الف مية وسبعين. مشروع التالت الف خمسة وتمانين. فترة الاسترداد بقى هيكون الاستثمار المبدئي على صفة تدفقات النقدية. يبقى سبعمية اه سبع تلاف على الف ربعمية واربعين هتساوي كام اربعة وستة وتمانين من مية من السنة. التاني خمس تلاف على الف مية وسبعين يبقى الرائع وسبع عشرين من مية. المشروع التالت تلات تلاف على الف خمسة وتمانين اتنين وستة وسبعين من مية. اقل واحد المشروع التالت. اللي بعده المشروع التاني اللي بعده المشروع الاول. يبقى انا في الحالة دي تنقبل المشروع التالت. ولو معي فلوس اكتر نبدأ ناخد المشروع التاني لو تبقى ناخد المشروع التالت. معيار معدل العائد المحاسبي. وده يباره عن النسبة المأوية بين متوسط العائد السنوي إلى متوسط تكاليف الاستثمارية يبقى معدل العائد المحاسبي الدخل السنوي على التكاليفة الاستثمارية والمضرة في 100 ومثال يقول لي لو التكاليفة الاستثمارية 240 والتضفقات النقضية على 5 سنين 60 95 35 150 100 عاوز معدل العائد المحاسبي ولو كان عندي معدل العائد الامثل يساوي 30% ايه اللي هيكون القرار بتاعي هل نقبل ونرفض المشروع عندما في الحالة دي هنبدأ نجيب تضفقات النقضية اللي هتتراكم يعني نجمعها السنة الاولانية والتانية والتالتة والربعة والخمسة هيطلع مجموعهم 540 الف يبقى معدل العائد المحاسبي متوسط الدخل السنوي على التكلفة الاستثمارية لو عندي ده 540 الف على 5 هتساوي 108 الف ده هو المتوسط الدخل السنوي يعني بناخد المتوسط الدخل السنوي لان انا قلت معدل العائد المحاسبي متوسط الدخل السنوي على التكلفة الاستثمارية يبقى انا عندي 540 الف هنقسمها على الخمسة عشان نجيب نصيب السنة الوحدة هتلع 108 الف المية والتمانية هنقسمها المتين واربعين هيطلع عندي خمسة واربعين في المية خمسة واربعين في المية طيب مدام عندي خمسة واربعين في المية يبقى عندي في الحالة دية اللي انا بنقارن بيه يعني لو انا بنحط الفلوس دية في اي مشروع تاني بتديني تلاتين في المية طيب المشروع ده هتديني خمسة واربعين في المية لا يبقى نقبل ده يبقى نقبل المشروع في الحالة دية ولو عندي فيه مثال تاني عندي تلات بدايل وعاوز نختار بينهم الاولاني بدي على اربع سنين والتاني على خمسة والتالت على ستة عاوز معدل العائد المحاسبي ولكل بديل وايه البديل الافضل طبعا هنبدأ ناخدهم بس ده لو حصل عندي في ايه قيمة متبقية في نهاية المشروع يعني المشروع اللي انا بنستثمره في قيمة متبقية منه يبقى عندي متوسط العائد السنوي ده مجموع التدفقات النجدية على عدد السنوات يبقى عندي هيطلع فيه المشروع الاولاني خمس تلاف الفين وربعمية تلات تلات متوسط تكلفة الاستثمارية زادة الكمال المتبقية على اتنين نجمع هيطلع عندي المشروع الاولاني احداشر التاني اربعتاشر خمس مية التالت تمنتاشر معدل العائد هيكون متوسط العائد على متوسط التكلفة يبقى خمس تلاف على الحضاشر هتطلع خمسة واربعين وخمسة واربين من مية تاني الفين وربعمية على اربعتاشر خمسمية ستاشر وخمسة وخمسين من مية التالت عندي الف تلات تلاف على الف وتمنمية تلاتة وتلاتين على تمنتاشر تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشرة في المية يبقى المشروع الاولاني هو الافضل واحد وبعدين التالت وبعدين التاني. دليل الربحية غير المخصومة. دليل الربحية غير المخصومة. التضافقات النقدية الدخلة على التضافقات النقدية الخارجة. البديلية عطيدي. مثال بديلين? تمانية وعشرين تلاتين اربعين اربعين. تمانية خمسين اتنين واربعين تلاتين. والتكاليف الاستثمارية للاثنين مئة الف جنيه. عاوز نشوف دليل الربحية كل واحد منهم واي البديلين افضل. يبقى هنجيب التراكمات للاولاني والتراكمات للتاني. وهنبدأ اننا نقسم تراكم على تكلفة الاستثمارية للمشروعية. طبعا عندي مدام بنقسم نسب سواء في دا او في الاولاني. بيكون عند الاحتماد. يا اما اكبر او يساوي او اقل من الواحد. اكبر يبقى بيحقق ربح. يساوي يبقى دا المعيار بقى اقل مستوى نقبله. اقل يبقى هنرفض. لان يعبر بنعمل حقق خسارة. الاولاني بيحقق واحد وتمانية وتلاتين من مية. التاني بيحقق واحد وتلاتة من عشرة. واحد وتلاتة او تمانية وتلاتين من مية معناها ايه? يعني ان انا عندي كل جنيه بنصرفه. يعتبر بيحقق لي مكسب تمانية وتلاتين ارش. نكسب تمانية وتلاتين ارش. في التاني بيديني مكسب تلاتين ارش على كل جنيه. او كل الف جنيه هيديني تلتمية وتمانين جنيه. هنا هيديني تلتمية جنيه. طبعا يبقى المشروع الاولاني هو او البديل الاول هو الافضل او ييجي في المرتبة الاولانية والبديل التاني يجي في المرتبة التانية. معيير التقييم المخصومة. يعني بناخد عندي زمن في الاعتبار. ان الجنيه اللي هيجيلي النهاردة غير الجنيه افضل من الجنيه اللي هيجيلي بعد اسبوع غير افضل من الجنيه اللي هيجيلي بعد سنة. لو انا بناخد في الاعتبار معدلات التضخم. اول معيار هناخده صافي القيمة الحالية يعني بنقول المبارغ اللي هتجيلي في السنوات اللي جاية النهاردة تساوي كام؟ يبصى في القيمة الحالية القيمة الحالية للتضافقات النجدية الداخلة ناقص القيمة الحالية للتضافقات النجدية الخارجة يعني اننا بنقول القيمة الحالية للتضافقات النجدية اللي هتجيلي على السنين كلها ناقص التكلفة الاستثمارية لان دي تكلفة المبدئية وناخد مثال بسيط جدا عندي بديلين تمانية وعشرين وتلاتين اربعين اربعين الفين تمانية خمسين اتنين واربعين تلاتين سبعة تلاف ومعدل الخاص سبعة في الميت بيقول لي حسب صاف القيمة الحالية ليه كل بديل وايه الافضل طبعا في السنة العرانية هيبقى عندي صاف القيمة الحالية او مجموع ان لما تيتساوي واحد سي اي تي اللي هي التضفقات النجدية للسنوات من السنة الاولينية لحد السنة تي على واحد زائد كي اللي هو معدل الخاص مقص تي نائز سي زيرو اللي هي التكلفة الاستثمارية يبقى عندي في السنة الاولينية شوف المبلغ كام على واحد وسبعة من مية زائد السنة التانية على واحد وسبعة من مية تربية السنة التالتة والسنة الرابعة والسنة الخمسة مجموعهم كلهم نطرح منه الاستثمار المبدائي اللي هو الميت الف او العشر تلات او ايا كان هيطلع عندي ستة تسعمية اربعة وخمسين بالنسبة للمشروع التاني بنفس الطريقة هيطلع عندي خمسة ربعمية 秒 62 اي بل مشروع الاولان هو الافضل المشروع الاولان هو الايه هو الافضل معيار ضليل الربحية وهي نسبة القيمة الحالية للتدفقات النجدية الداخلة على التدفقات النجدية الخارجة وعطيني مشروعين وعطيني معدل الخاص مواربع تاشر في المية التدفقات النجدية في الخمس سنين الاولاني طلع عندي خمسين ستمائة وخمستاشر. التاني طلع مية تلاتة وتلاتين ستمائة وتمانية. يبقى هنقسم ده على الاستثمار المبدأي بتاعه. لان الاستثمار المبدأي بيكون على كل واحد فيهم مختلف عن التاني. يبقى خمسين ستمائة وخمستاشر على المية هتطلع خمسين في المية. تقريبا او خمسين وستة من عشرة في المية. التاني مية تلاتة وتلاتين ستمائة وتمانين على مية وتلاتين هتطلع واحد واثنين من مية. يبقى البديل التاني هو الافضل. معدل العائد الداخلي دول اي ار ار وده المعدل الخصم اللي هيخساوه اللي يجعل القيمة الحالية للتدافقات النجدية الداخلة مساوية القيمة الحالية للتدافقات النجدية الخارجة او الاستثمار المبدئي او التكاليف الاستثمارية. وده اهم حاجة لانه بيعتمد على طريق التجربة والخطأ. ما ينفعش ان انا نقول معدل خصم كزا. لا ده بتعتمد على التجربة والخطأ. واعطيني لو في عندي تكاليف. مثال وان شاء الله المحاضرة اللي جاية حتى لو هتبقى المحاضرة اللي جاية اخرها الاربع هنزللكم محاضرة الاربع كمثال على معايير الربحية التجارية. لان ده حيبقى مثال وتمرين مهم جدا. عندي مشروع استثماري التكاليف بتاعته مية الف جنيه. ومعدل التكلفة. الاموال يعني لو انا بناخد كارد باربع تاشر في المية. والتدفقات النجدية اللي جاية للسنة الاولانية عشرين اربعين تلاتين اربعين عشرين واعوز معدل لعائد الداخلي. اي 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 اي. صاف القيمة الحالية عند كزا معدل. هنا نعملها عند عشرة. بناخد واحد اقل واحد اعلى. واحد اقل واحد اعلى من اللي هو اعطيه للاربع تاشر. طيب لو لقيتم مش مش فيهم ناخد واحد كمان اعلى. وعندنا طلع صاف القيمة الحالية في الاولاني. تلات تلاف ربعمية وتسعين. لابعيد اوي. التاني طلع متين. صغير اوي. التالت اللي هو عند العشرين. عشرة ومية وتسعين. طيب يبقى انا عشان نبدأ عندي يبقى انا هنستبعد العشرة. هنشتغل عند الخمستاشر في المية والعشرين في المية. يبقى معدل اللقاء الداخلية هيساوي الحد الادنى لمعدل الخصم اللي هو عند الخمستاشر. زائد الفروق بين معدلات الخصم اللي انا مختارها. وانا هنا عملتهم عند خمستاشر وعشرين. يبقى خمسة في المية. مضروبة في صاف القيمة الحالية عند معدل الخصم المنخفط على مجموح صاف القيمة الحالية للاتنين. يبقى خمستاشر زائد خمسة مضروبة في متين على متين زائد عشرة ومية وتسعين. هيطلع خمستاشر وتسعة من مية. يبقى معدل العاية الداخلية اعلى من تكلفة الاموال. يبقى عندي ده نقبل المشروع. وده معدل الخصم او معدل العاية الداخلية اللي يخلي عندي المشروع يسترد امواله. خلال الخمس سنوات. طبعا ده بالنسبة للي احنا قلناه عن المعايير اللي احنا هنشتغل عليه. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هندي لكم تمرين كامل عن ازاي نحسب المعايير دي كلها. بس هنرجع للمسال اللي احنا اخدناه قبل كده. المسال اللي احنا اخدينه قبل كده. هنبدأ هنكمل عليه نجيب مع انه المعايير التجارية. ان شاء الله طبعا عندي كل معدل او كل نسبة احنا اخدناها في عندي ليها. عيوب ومميزات. عيوب ومميزات. سواء المعايير المخصومة او المعايير غير المخصومة. وده هت موجودة في الكتاب ومهمة جدا. هيجيلكم عليها سؤال في الامتحان. على سبيل المسال. اذكر عيوب ومميزات معدل لعائد داخلي. عيوب ومميزات فترة الاسترداد. عيوب ومميزات معدل لعائد المحاسبي. وهكذا. ودولة ترجعوا للكتاب فيها. ان شاء الله يا شباب المحاضرة اللي جاية هنجهز لكم تمرين. يكون التمرين اللي احنا واخدينه وتجدنا منه تكلفة الاستثمارية. هنبدأ نضيف له. عوائد لسنوات وبعدين نبدأ نجيب منه المعايير بتاعة الربحية التجارية اللي احنا اشتغلنا عليها النهاردة. وشكرا كل سنة طيبين مرة تانية. ونشوفكم على خير بعد ما ينتهي فيروس كورونا عن شعب مصر الطيب الكريم. السلام عليكم.